اهلا 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 ازايكم حلوين يارب تكونوا كويسين هقولك على طريقة تخصي بيها من غير فلوس لان معروف دايما ان اللي بيعمل دايت بيصرف على اكل معين مخصوص للدايت وهتاكل كتير ومش هتتخني وكمان هتخصي سريعا انسي جنون الدايت خلص ان انت عارفا وانت متعودة عليه هناكل كل الاكل ايا كان نوعه وهنخصي برضه مش سحر ولا شعوازة طب يا طرح هناخد ادوية طب ملت عالشاش هنخص بسرعة هقولك كل حاجة تبع معي الفيديو للاخر هنصلي على الحبيب ولو كنت مش مشتركة في القناة تفضلي اشتركي وشرفيني ولو عقبك الفيديو دا ما تنسيش تعمل له لايك وشير علشان تدعموني الصور دي بتفكركم بايه ايوه هو بعين الصيف يعني بحر وساحل الصيف وصل خلاص جغرافيا النهاردة 21 يونيو يعني بداية فصل الصيف خلاص بقى رسمي يعني مش هتقدري تستخبي تاني وتخبي اي حاجة من اللازاليز اللي عندي واللي عندي انا كمان لا خلاص من النهاردة اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص عايزين نلبس براحتنا بقى واللي ريحنا وخصوصا الوان فتح علشان ما تمتصش اشاعة الشمس ونتحرق اكتر ونخرج بقى من الواننا الغمق اللي بندرى فيها من اوزاننا الزايدة طب هنعمل ايه؟ كلما فكر اعمل ريجيم احس بتعب في نفسيتي كده وحس ان انا هلتزم بحاجة معينة ممكن اعمل اي ضايد علشان عايزة اخص بسرعة هخصها ايوه طالما منعت اكل بس هخص وكمان منعتي كمان هتقل وهتخص لان ده هيكون ضايد غلط والجسم هيكون عرضة لاي فيروس لقدر الله طب هنخص بسرعة ازاي ونحفظ على صحتنا في نفس الوقت وهاختصر الوقت بقى عليكم الطريقة سهلة قوي طريقة من البيت مش هتعملي اكل مخصوص خالص ليكي غير باقي البيت اللي انت بتعملي له اكل هنجيب ورقة وقلم كده وهنشوف وهنكتب احنا بناكل ايه في اليوم هتشوفي نفس الكمية اللي انت بتاكليها في اليوم ده اسبروا عليها شوي طب انت مثلا بتاكلي في الفطار رغيفين لأ هتاكلي رغيف واحد بتاكلي طبق فول كبير معاه لأ هتاكلي نفس طبق الفول بس هتاكلي نصه تمام هتاكلي في الغداء بتاكلي طبق رز حلو كده محترم هتاكلي نفس طبق الرز بس هتاكلي الطبق لنصين هتاكلي نص الرز بس ونفس الموضوع في الخضار برضو هتاكلي نصه ونفس الموضوع في البروتين برضو لو بتاكلي مثلا ثلاث قطعة من البني لأ هتاكلي قطعة ونصف بس من البني بعد ما تكتبي بقى الورقة دي هتعلقيها اقصادك كده على التلاجة او في المطبخ اقصادك تعرف الكمية اللي انت كل يوم لازم تكليها وكل شخص طبعا غير التاني على حسب انت بتاكل ايه في العادي طبعا استحالة انت تكون بتاكل رغيفين في الفطار مع طبق فول وتاكل بعد كده علشان تعمل ضايت بطين ونص رغيف طبعا استحالة وهو ده بقى عيب الضايت طبعا كلنا عارفين ان الوزن الزيت بيعمل ايه في المفاصل وخصوصا في الرجبة الوزن الزيت عن الطبيعي 4 كيلو الرجبة بتتعب جدا لو جسمك زيد 4 كيلو بس في ان هي تشيلك وتحملك وتمشي بيك ما بالك بقى لو الوزن زيت زيادة عن اللزوم هشتحلكم بطريقة ابسط ازاي ان احنا نخس بنص الكمية اللي احنا هنأكلها من نفس الاكل اللي احنا بنأكله كل يوم بدهونه بعيشه بنشوياته بكل حاجة فيه علشان انت متعود تاكل كمية ثابتة كل يوم زي ما انت متعود يعني سعرات حرارية ثابتة والجسم متعود عليها فلما تقلل من الكمية طبعا هتخس لان الجسم مش متعود على الكمية دي ومش هتغير طريقة اكلك خالص لأ كل حاجة زي ما هي المتحمر متحمر زي ما هو والمقلي مقلي زي ما هو والمكارونات زي ما هي ومش هحرمك من حاجة خالص يعني هتاكل مكارونا ورز وعيش وايس كريم ودهون وطبعا احنا كنا عارفين الكميات اللي احنا كنا بنأكلها قد ايه فاحنا هنقلل الكمية دي كلها هنعمل بس نصها في الطبق بتاعنا حتى في الفكهة يعني حتى في الفكهة وفي الحلويات اللي ما بيقدرش ان هو يستغنى عن الفكهة والحلويات هيكل فكهة وحلويات بس ياريت ان هو يكلها والنهار موجود يعني الصبح او الظهر ما يكونش بالليل ما يكونش الدنيا ليلة عليه وكمان الفكهة ناكل منها واحدة مثلا من كل نوع فطبق مش هحرمك من حاجة خالص هتاكل منجا وهتاكل لتين وهتاكل بلح وكل حاجة بس منجاية واحدة في الطبق ممكن معاها تيناية ممكن معاها ايه عنود عينب صغير ونص الكمية برضو اللي انت كنت بتاكلها وناخدها دايما والدنيا نهار ونأكل حلويات برضو زي ما احنا عايزين بس نص الكمية برضو والدنيا نهار يعني هنأكل كل الاكل وهنخس الفرق حيبام بعد اول اسبوع طبعا هنشرب ميا كتير فوق العادة ونزود حركة شوية هنزود خمس دقائق على حركتنا اللي احنا متعودين عليها كل يوم هنزود عليها الحركة دي حياتك هتمشي دايما بالطريقة دي هنزود شوية بس في اكلنا الفواكه والخضروات وطبعا القهوة لها مفعول كبير جدا في الحرق بس ما نشربش اكتر من فنجانين قهوة في اليوم طيب لو جي في بالك سؤال ان انا ماشي على الطريقة دي ونزلت في الوزن فعلا بس جي على وزن معين كده وفضل الوزن ثابت ان هو ما نزلش تاني هعمل ايه؟ نص الكمية اللي انت كنت بتاكلها دي هتاكل نصها وحتمشي بالطريقة دي شوية هتبص تلاقي جسمك بدأ ان هو ينزل بسهولة تاني بنفس الطريقة الاولانية تمام؟ طيب لو حد فكر ان هو ياخد ادوية انا بنصحكم بلاش تفكروا خالص تاخدوا اي ادوية تخصيص لانها بتلعب على كيميا المخ وعلى مركز الشبع في المخ فبيجيب اكتئاب وبتجيب نرفازة ولو اي حد لقدر الله مريض ضغط بيعلي الضغط جدا هتاخدى ادوية ليه انت مش تعبانها وانت هتاخدى ادوية علشان تتعابي وتجيب لنفسك مرض او تجيب لي نفسك مرض لا طبعا احنا هنخس وحنبقى مقساتنا هتبقى مظبوطة وكويسة وهيبقى صيف سعيد علينا كلنا وحنلبس لبسنا اللي كان مركون مش عارفين نلبسه قبل كده اي عروسة قرب معات زواجها بقول لها الف مبروك اتبعي النظام ده من دلوقتي ان شاء الله تجي على يوم الفرح يبقى الفستان مظبوط عليكي وشكل الجميع مش مكسوفة من زيادة وزنك قدام الناس منالك كمان شهر عسل ممتع قدام البحر وده هيبقى الحل السريع اللي من غير فلوس اللي هيخلصنا من الوزن الزايد وحناكل فيه كتير ومش هندخن وهنزود فيه بس فكه وخضار وشوية شربات كده علشان نملى معدتنا ونشرم مياه كتير وهنزود حركة وهنخص بصحة كمان جسمك امانة لازم تهتم بيه هتسأل علي يوم القيامة افتكروا دايما ان اي حاجة هتديها اهتمام هتاخدي منها نتيجة سواء عاجلا ام ااجلا وبعد كده نحكم عليه عايزكم تشيروا الفيديو ده الاكبر قدر من اصحابكم علشان يستفادوا وعملوا للفيديو ده لايك وكمان اشتركوا في القناة ونوروني وفضلوا دايما معي اشوفكم دايما على خير باي باي حبيبي